من ألد أسهل الاقتراحات اللي تحضروا القوتة والفضر ليكم ولو لذاتكم هي هاد الكيكا هادي اللي غادي نحضر معاكم غنية جدا 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 وبنينا وكدشي اسفنجية والأهم ان هي بمكونات اقتصادية وتنحضرها بحجم عائلي فعلى بركتي الله كناخدوا اي لطا دي الفران بغيتوا تديروهم فرضيين مزيان بشي تديرو بحجم عائلي فهاد طاوة هادي 23 على 30 سنتيم كان تكبر بشوية او لصغر بشوية مشي مشكل وفكس ديال الخلاط كان وضعوا غير حبة واحدة من البيض وكاس قل ربع ديال السكر حلاوة دائما كتبقى على حسب الضوغ ديالكم وكاس ديال الزيت وغادي نخلطو هاد المكونات بشكل جيد طبيعة الحال لما بوش تخدمو الخلاط الكهربائي خدمو الخلاط اليداوي البيض كل ما اضطرب مزيان غادي نوضع جوش كؤوس ديال الماء دافئ كل كاس كي عادل لنا 150 ميلي لتر معي لقا ديال القهوة تسريعة الدوابن وفي حالة مثلا بغيتو تديرو القهوة مطيبة ديرو كاس ديال القهوة مطيبة صفوها وكاس ديال الماء غادي نوضع الخل الخل غا ندير الجوج معالق مملوئين بشكل جيد هنزدك شوية غير حيت ما ملقتش اللولة مزيان صافي وغادي نستمر بالخلط كان عاود ناكد كل الخلاط كهربائي خلطه مزيان كان الخلاط يداوي غادي تخلطه مزيان الاخوات اللي بغاوزة ما ما يستعمى مثلا متوفرنش على الخلاط اليداوي ديرو هاد الخالط في شقر عادية للزاج وخلطه مزيان را كذلك يتخلط الخالط مخير بحالة خلطته بالخلاط الكهربائي في هاد الاثناء غادي يضيفو يا اما بودرة الكاكاو يا اما الكاو بيلي دا كان متوفر ديرو الجوج معالق كبارين مملوئين هنزدك هاد صاشيات ديال الكاكاو واذا كان عندكم الكاكاو المرد ديرو غير معلقة وحداء فقط دراء غا تعطيكم اللون والطعن غادي نخلط بشكل جيد وهاد الخالط الاول كل ما خلطته كي يعطينا نتيجة زوينة بزاف في اي نوع ديال الكيكا تمشي غير فهادي ولكن هاد الكيكا هدي بالخصوص عبتاني خاص يتخلط مزيان صافين بعد ما خلطناه كنحصلو على هاد الخالط بهاد القاوة لابا غادي نضيفو الدقيق كنضيف الكأس الاول غا نحتاجو تقريبا ثلاثة ديال الكيسان ديال الدقيق اي 300 قرام كأس الاول اما يكون عندكم مغرب الجوج مرات اولا هكا كتضيفوه مباشرة بالمصفات نستمرو بالخلط جيدا حتى ما كيبقاش الحبيبات ديال الدقيق او غادي نضيف الكأس التان ودائما النوعية ديال الدقيق جيدا الدقيق الخاص بالحلويات صافي غادي نخلطو كذلك الكأس التاني حتى ما يبقاش الحبيبات وهاد عو تاني استمرو بالاضافة ديال الدقيق وعلى حسب النوعية ديال الدقيق ديالكم ثم عينكم ميزانكم الخالط مخصوش يكون قاسه وداب الكأس التالت غادي نضيفوه تدريجيا نحنا عيننا مع الخالط وغادي نخليوه في الاخير معلقة من هاد الكأس هاده غادي نضيفوه مع الخاميره ضروري دائما مع الخميره تنضيفو معلقة ديال الدقيق باش كنضيفوها مع الخاميره دابا انا نقصت معلقة والكمية اللي بقت من الكأس التالت كنضيفها صافي خلطو جيدا القاوم هنتو ما غا تشوفوه معايا ماشي قاسح وماشي خفيف وهادا هو القاوم ديالنا عملت ثلاثة ديال دقيقة المعلقة غادي نخليها نضيفها في الاخير الاضافة اللي غادي نضيفوه غادي اعطوه لده رائعه وغادي اعطوه واحد الغينا هاد الكيك عطيتوه لوليداتكم غايعجبهم وليكم حتى نتو مايا هما جوج معلقة ديال كوكا وعندي محمر ومطحون كوكا وعندي بلا قشور اذا كان بالقشور مشي مشكل وجوج معالقة ديال الزبيب الزبيبي دا كان الحبت دياله كبارين والاحسن هكا تقطعوهم بالسكين اولا بالموس وعندي تقريبا وحد خمساد الحبت ديال التمر حتى هما كان قطعوهم صغير وورين وتنضيفو هاد الاضافة للخالي ديالنا وتنخلطوه مزيان وغادي نضيفوه في الاخير جوج خمارات المجموع 16 غرام ومعي القاديا الدقيق اللي كنت نقصت من ثلاثة ديال الكيسر ونخلطوه بشكل جيد بالنسبة الكوكا وتقدروا تعاوضوه باللوس حتى اللوس كيجي مزيان حتى القرقع مزيان صدقوني هاد الاضافات كيجيوا واعرين في الكيك ديالنا وهدا هو القاوام وخيبليكم شوية جامع راسو غير بداك الزبيب والتمار وداك شي اما الخليط بسوش يكون قاسه بشيجيكم ارتاب ومفش فش واسفنجي صافي تنساوي وهم زيان وتنضربوه شوية مع سطح العامل بشتي يخرجو داك الفوقاعات وغادي ندخلو الفران مشعو الغير من الاسفل على مية وستين حتى مية وسبعين دراجة بياخد لينات قريبا محتى خمسة وثلاثين دقيقة الفران مشعو الغير من الاسفل صافي حتى كنشوفوه طاب وعد كنشو علو عليه شوية من الوجه بشي يتحمر كيكون هادا الكيك دينا ما شاء الله بحجم عائلي كي يجي اسفنج وديال تحميرت الوجه دابا غادي نخلي حتى كي يبرد وغادي نحيدو من اللاطة تقدرو تزينوه مباشرة في الصينية وتزينوه بش مما بغيتو او لحكا تحيدوه من اللاطة بكل سهولة وصافي وكتزينوه بالنسبة اللاطة داروري تكون دهونة بالزيت او لب الزبدة او لفرشو الوارق كي يجي لكيك دينا هاك شوه ما شاء الله اسفنجي داك الكوكا والتمار الزبيب كي يجي ووارين العلو هو هادا كي يجي هو هاداك ماشي عالي بزاف وماشي عالي بزاف والعلو على حسب كان المول صغير رغاي يجيكم عالي اكتر كان المول كبير وكي تجيب هاد العلو انا جتني تقريبا ثلاثة ديال فانتي سافي زين تبداني شوكولات تقدروا تزينو بالشوكولات او لب المربة او لباش مما بغيتو وتنضير هاد الخطوط بالطلوب العرض بالشوكاس وتتزينو باش مما بغيتو تزين دائما كي بقى اختياري ركزو لي على الخليط ديال الكيك والاضافات اللي ضيفنا ليه وكي اعطيوه مدق رائع جدا سافيوك تقطعوا الكيك ديال مرصويات احتى الاخوات اللي كي عملو كوموند هاد الكيك هاد عليه اقبال كبير ما شاء الله زين بزاف بنين مميز على جاميع الكيكات بالمكسرات اللي كان ضيفو فيه هكا كي يجي من الداخل وهنا را باقي سخون كي يجي ما شاء الله اسفنجي وكل ما كي يبرد دكتع لي كا كاتبان فيه كتر هنا فقط الحرارة ولكن باقي دافي وكل ما برد مزيان هكدا كي يجي من الداخل كنتمنوا ان شاء الله تجربوا هاد القتيرة انا متأكدة غا تحمقوا عليه وليداتكم دا ما كانوش ياكلو زبيب وطمر فالكيكا ما غاديش يحسو به نهائيا جربوه بصحة وراحة